الحمد لله البعير في قربه الحمد لله الخريب في بعده وسبحان الله المتعالي في جده السناء على الله الذي أوجد ما كان عدما وحول الموجود فناء وأسلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي أداء الكون وأبهر المحلوقين خلقه وخلقه صلوات ربي وسلاماته على محمد الأمين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعض فضلت الشيخ مامور مك رئيس جامعة الشيخ أحمد بامب وخامة عميد قلية العلم الدينية والإنسانية والخبارات الشيخ عبد الرحمن بوم سيادة مدير الدراسات الأساس عبد الخالد الجن وكافة أعداء الهيئة الإدارية والتدريسية السادة ديوفنا الكرام يا أخواني قلات والتعليقات أصحاب السمي والفضيلة مني إليكم أذكر تحيات وأعظمها تحيات السلام والمبارك على وحي السلام الله عليكم ورحمته والبركاته يتيب النور بداية بترحي بديوفنا الكرام الذين أبهرون وأصعدون بحضورهم المصرف ومصاركتهم الفعالة في يومنا العظيم وحفلتنا الميمونة فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في البداية أيها السادة اسمحوا لنا بأن نوجه كلمات السكر والتقدير إلى ديفنا الشرط أبنا الخنون المجاهد الكبير البطل المقدام في ساعة العلم والمعرفة معالي شحمة مربكة باسم جميع طلق نقول أيها الأب الكريم لقد رأينا وفهمنا وحضرنا تقم الكهور والتدخيات التي تبزلونها لأجل سباب الأمة والوطن والتي إن دلت على سيء فإنما تدل على عزمكم وحزمكم ورعبتكم السديدة في بناء أجيال تجعل العقل طريقها وفهم النقل وجهتها أجيال لا يقيدهم نقل أقيم ولا يدعهم أقل بليل أيها الشيخ فليكن بمعلوم الجميع بأنك لم تكن ولن تكون عندنا رئيسا ومؤسسا للجامعة فحسب بل وفوق كل ذلك كنت أبا وشيخا ومرسدا وملجأا عند الشدائد والحوائد ولا يسعنا ونحن أمامكم اليوم إلى أن ندعو الله بأن يحفظكم ويرعاكم ويديمكم على الصلاة والفلاة حتى أن يحقق ما نسبوا إليه كما نتواجه بسكر خاص إلى عميد كلية وجميع المدراء والمسؤولين في جامعة أحمد بامب بكلياتها الأربع فاسم بامب سالي وطوبة على جهودهم الجبارة وكذلك لا ننسى كل من تولى مهمة إدارة كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات كيلة وجودها من المدراء وهيئة التدريس ونسجي بسكر الخاص والسناء الحالس إلى جنوب المعركة وأبتال البلاد وقمات الأجيال من السيخ والديع والانحرار أعني أولئك الأزاتزة المجلين والغدماء المخلصين الذين أنفقوا علينا كل أوقاتهم بكل لباقة وأصقلوا علينا بحار العلوم والمعارف فجزاهم الله خير الجزاء كما ندعوه تبارك وتعالى أن يغفر ويرحم الدكتور الذي كان معنا في العام المالي وحضر الله أن لا نلقاه هذا العام الأساس مالك جوب رحمه الله كما لا يفوتنا ونحن في موقفنا هذا أن نوجه أسماء آيات السكر والإمتنان إلى أحواتنا الأعزاء أعداء متب الاتحاد من رؤساء اللجان ومسؤول الفصول على جهودكم الجبارة وإنجازاتكم اللافتة وقد أثبتتم أنكم بحجر المسؤولية والأمانة وأنكم خير من تولى المهمة فسكرا لكم على عملكم وتعاونكم لأجل خدمة طلب ولرفع راية الجامعة في الحقيقة فقد كنتم أبتال وإلى أصدقاء الطلاب الذين ما زالوا عابقين تحت سماء الكل يطلبا للعلم أوزيكم ونفسه بأن تطلبوا العلم للعلم وتكسبوا العلم للعمل به ولا نتتلع من وراء العلم إلى السهرة والجاه أو المجادل والمراء لنكون محل شرف وافتحار ونهنئ رفخاء دربي التفعاء الثانية الذين سيتخرجون عما خريب أعزاء الطلبة ها أنا اليوم أقف أمامكم مودعا لكم ومعيدا إليكم الأمانة والواليعة والعبء الثقيل الذي حملته دوال أشكر عديدة فإن أزدت فمن الله ومن مساندتكم وإن أحتأت فمن نفسي فأرجو أن تتسع صدوركم لقبول احتسارات الحارة أعزاء الطلبة فلكم مني كل السناء والعرفان على كل لحظة قريناها معا ولا أباله إن قلت إنكم عائلة الأولى والثانية وسيكون من الصعب بل المستحيل نسيان الزكريات الجميلة التي تربتني بكم لذلك دعونا لا نقول وداعا بل نقول سنلتقي خريبا كل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر